شنو أبرز النصب العقالي لقائز؟ النصب العقالي كجريمة لا تنتهي الجرائم بطبيعتها لا تنتهي إنما تتطور هذا العقل قانوني ولا غير قانوني؟ وهل يعتد فيه في المحاكم؟ اللي يشترى في حال وجود خلاف أو سؤنية رأيض ضر للبقاء في المحاكم أكثر من عشر سنوات ويتفاجون الورثة يتفاجون بعد ثلاثين أربعين سنة تعال مرفوع عليك قضية شلق الصحة؟ هذه المنطقة بالذات تتخلى لها مشاكل كثيرة قد تتضاعف هذه المشاكل إلى نزاعات عقارية قضائية أمام المحاكم بعد توجه الحكومة أو تنفيذ الحكومة اللي توجهها بتثمين هذه المنطقة في موضوع المجمعات اللي يخضون بالوكالات وبعدين يطعن في السعر ويتصير في الكويت هذه من الأمور الواقعية اللي تحصل ولا زالت تحصل وستحصل أيضا إذا ما كان في مستوى عالي من الوعد ليش ما يفتفض وزارة العدل يجب أن يكون هناك محامي موجود يتابع الإجراءات مدى قانونيتها شلي يمنع هذا السؤال بحمد ينكأ الجروح أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في برنامج ديوان الملة اليوم حديثنا عن النصب العقاري وياي اليوم الأخ العزيز المحامي فهد مبارك البصمان مرحبا فيك الله يحييك يا بحمد وأنا أسعد وأتشرف بالظهور معاك أستاذنا الكبير الله أعفو طالعمرك وإن شاء الله بإذن الله نقدم من خلالك ما يفيد موضوع النصب العقاري يعني موضوع كبير وكنا على حوار معاك شي متشاعب سؤالي النصب العقاري انتهى في الكويت بالطبيعة أن النصب العقاري كجريمة لا تنتهي الجرائم بطبيعتها لا تنتهي إنما تتطور وهذا الواقع اللي حصل اليوم احنا شاهدنا في فترات سابقة يعني مليارات الدنانير ذهبت هباء منثورة في معارض العقارية اللي يتخلى لها النصب العقاري في شقق وعقارات خارج الكويت لكن للأسف اليوم يعني نرى كثير من الصور اللي متعلقة بنصب على مواطنين على عقارات داخل الكويت أيضا هذه شيء أي نعم من خلال استغلال بعض النصوص والثقرات في إجراءات نقل ملكية هذه العقارات لذلك ما يمكن القول بأن النصب العقاري انتهى ولكن أنا أعتقد بأنه تجدد بصور أخرى وأمثلة كثيرة منها العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية وألومة مجرة يعني بكافة الأنواع خلنتيكلم عن الكويت شنو أبرز النصب العقاري اللي قاعدة تصير شنو الأخطاء الشائع للأسف إنه نحن نشوف إنه على كثرة ما يعني ما تقوم فيها الوسائل يعني الإعلامية ومنها حضرتك بأحمد في التوعية من خلال استضافة كثير من مختصين في مسائل العقار أن مسألة الإجراءات في نقل ملكية هذا العقار أو آلية بيع وشراء هذا العقار تتطلب بعض الأمور الشكلية اللي فرضها القانون اليوم ما يمكن شخصنا يقولك والله أنا بعتك وشرأت عقار وحنا قاعدين في دوانية أو في مكتب بيع وشراء العقار يتم لدى الجهات العامة الرسمية مثل إدارة التوثيق العقاري في وزارة العدل مدام العقار في الكويت كان في بيروت كان في السعودية كان في سوريا كان في العراق أيضا في الجهات الرسمية لكن للأسف أن نشوف بعض الناس يتهاون بأنه يقول أنا والله ما في داعي أنتقل إلى هذه الجهة الرسمية خلني أنا دامني بعت بورقة الدلال بعت بيع عقد محامي بعت بيع عقد عرفي يكفي أو شريت يكفي في هذه الأمور ونشوفها أيضا في أملاك الدولة مثل المزارع والمصانع وغيرها من هذه الأمور لكن هذه المشكلة هي دخلتنا في خلل اليوم إذا أنا بعتك يا أبو أحمد عقار ووقعنا أنا وياك هنا ورقة واستلمت منك الفلوس وانتهينا أنت ما تلزمني بأنك أنت تملك هذا العقار أو أني أنقل ملكيته أمام الجهات الرسمية ما أملك طبعا ما تملكه لا يزال هذا العقار مملوك لي لأنه عندنا قاعدة نحط تحتها مليون خط اللي هي بأن العقار العبرة فيه بنقل ملكيته بالتسجيل لدى الجهات الرسمية أما مسألة الأوراق والعقود وتشوف بعض الإعلانات للأسف أن خارج إطار القانون بيع عقار بورقة محامي بيع عقار بورقة دلال هذا الأمر خارج نطاق القانون راح يدخلنا في مشاكل خارجي خلنا نأكد على نقطة مهمة اليوم أنا مثل في بيوت ما تعرف مرهونة لدى البنك التسليم نعم وأنا ببيع بيتي نعم عندي خير عندي بيت آخر أنا ببيع البيت هذا رتفق تنويك على بيع بقيمة 400.000 دينار نسجل عند محامي يقول لك هذا محامي ما يخرش المية نعم عقد وانباع ولما يعني يتسدد يتم تحويل الملكية لك هذا العقل قانوني ولا غير قانون وهل يعتد فيه في المحاكم يعتد فيه نعم ولكن اللي اشترى راح يضطر في حال وجود خلاف أو سؤنية رايضطر للبقاء في المحاكم أكثر من عشر سنوات حتى أن يقتصها عشر سنوات أكثر وأكثر أكثر بعيد وأعطيك مثال شخص من الأشخاص بيته مطلوب للبنك التسليف عرض هذا البيت للبيع اشترط على المشتري قال لها تدفع لي الثمن ليش؟ علشان أسدد البنك التسليف صح وحرر البيت ومن ثم أنقل ملكيته لك قال لي وشم يسوا بيتك قال لها ثلاثمائة ألف قال لها تم شريت أعطاه ثلاثمائة ألف هذا الشخص ما أسدد لبنك التسليف وقال حق المشتري أنت أمهلني بعض الأشهر يعني ست شهور ثماني شهور حتى أنتهي من هذه الإجراءات قال لها تمام ما في مشكلة طبعا المشتري سكن في البيت وقبل ما يسكن في البيت كمل كل النواقص من سراميك من تشتيبات من الأمور وصرف ما يقارب ستين ألف دينار على المنزل بعد ست شهور اتصل في الباع قال لها يا أخوي سددت البنك خلنا نحول العقار خلنا ننهي هذه الإجراءات قال لها والله أنا هونت عن البيع قال لها طيب ردلي فلوسي قال لها إن شاء الله بردليك فلوسك متى ما يسر الله ورفع عليه دعوة في المحكمة بطلب طرد غاصب اعتبر هذا الشخص اللي دفع ثلاثمائة ألف دينار وصرف ستين ألف دينار على هذا العقار بأنه مقتصب لهذا العقار وبالفعل استطاع أنه يطرده من هذا المسكن بالقوة الجبرية في الاستعانة بصارة داخلية لأن هذا الشخص لا يزال بالوثيقة هو المالك فأنا ما أقدر ألوم أيضا الباعع بأنه يعني بدهاءة وخبثة تجاوز على هذه الأصوص القانونية ممكن ولكن أيضا المشتري والفلوس للدفع حال الفلوس في ظل النظام القانوني الموجود اليوم بالكويت أبو أحمد تدري أنه لا يوجد ضبط وحضار ومسائل الغريضة في مسألة الإكراحة فيقول لك ثلاثمائة ألف دينار كاش بحسابي خلني مطلوب احجز على الأحسابات احجز على اللي أنت تبقى امنعني من السفر ما أنا مسافر أدفع ولا أقصد وأسافر تبقى هذه الأمور موجودة لذلك هذا الشخص المشتري لو كان قبل ما يدفع ثلاثمائة ألف راح ودفع سبعين ألف اللي هي الدين للإسكان راح بنفسه دفع للإسكان واشترط دفع باقي المبلغ بعد التحويل في التوثيق وتسجيل لدى وزارة العدل ما كنا احنا اليوم مضطرين لأي أي نزاع قانوني أو أي خلاف ووفر على نفس هذه المبالغ لكن للأسف اليوم أنا دافع ثلاثمائة ألف ومؤثث البيت ومرتب كل أموره ومشطب البيت واخر شيء تطلطني وتأخذ فلوسي تثمين الجليب صارت قصة حوار بيني وبينك نعم موضوع قضايا تثمين البيوت خاصة اللي عليها شيوع نعم بايحها بالوكالة بايحها طريق الدلال ويتفاجون الورثة يتفاجون بعد ثلاثين اربعين سنة تعال مرفوع عليك قضية شلق الصهار هذه المنطقة بالذات تتخلى لها مشاكل كثيرة قد تتضاعف هذه المشاكل إلى نزاعات عقارية قضائية أمام المحاكم بعد توجه الحكومة أو تنفيذ الحكومة لتوجهها بتثمين هذه المنطقة اليوم المنطقة هذه تعرضت إلى يعني إلى اختراق أو مثل ما نقول مخالفة من البعض للقانون ترتب عليها شيوع هذه المخالفات في باقي العقارات ترتب عليها أن البلدية قالت أنا لن أصدر شهادات أوصاف لهذه العقارات طبعا لما تقول بلدية الكويت هذا الأمر أو هذا القرار بعدم مصدر الشهادات إذن لا يوجد تحويل أو نقل ملكية لهذه العقارات إطلاق ليش لسبب اليوم أول خطوة لنقل ملكية العقار في وزارة العدل من اسمي إلى اسمك يجب أن يكون من ضمن المعاملة في الملف شهادة أوصاف صادرة من بلدية الكويت فلما البلدية تمتنع إذن وزارة العدل ما يكون لديها أي صلاحية لنقل ملكية هذا العقار لجأ أصحاب هذه العقارات إلى أسلوب آخر في البيع بداية ورقة محامي ومن ثم نشأت خلافات أثبتت فشل ورقة المحامي بعدها ورقة الدلال أيضا نشأت خلافات أثبتت فشل ورقة الدلال وصلوا إلى المرحلة الأخيرة اللي هي الوكالة العقارية الغير قابلة للعزل طبعا اليوم أنا لما بيع عقار من اسمي إلى اسمك أستاذ محمد وأصدر لك وكالة عقارية غير قابلة للعزل ما أقدر أعزلك طبعا بموجب هذه الوكالة وتقدر تبيع وتشتري ونفسك أو للغير براحتك ولكن في النهاية تبقى وكيل لاستمالك في حكم هذا المحرر الرسمي يتبقى وكيل ولاستمالك شوني ترتب على هذا الأمر اليوم بعد ما نقلت لك ونقلت أنت طال عمرك إلى شخص واحد واثنين وثلاثة وأمية أصدرت الحكومة قرارها بتثمين هذه المنطقة مبلغ التثمين لن يحصل عليه المشتري اللي اشترى بموجب وكالة عقارية رح أحصل عليه أنا الأول وطبعا لما نقيس السنوات مثل المثال تكلمنا فيه قبل الهوى اللي من خمسة وتسعين من خمسة وتسعين إلى الفين وثلاثة وعشرين قد نجد عشرين وريث لعشرين متوفين هذه المشكلة رح تحصل فيطالب الأخير بما قال إلى الأول من قيمة التثمين وإذا البنك ما أخذ إذا الأخير ما أخذ قرض بناء على هذا القيم أيضا رح يتدخل البنك في هذا النزاع لذلك هذه المشكلة يجب حلها قبل مسألة التثمين حتى لا تنشأ يعني منازعات كثيرة وكبيرة أيضا في هذا الخصوص وأهمها أن محاكم التمييز الكويتية يعني مشكورة تدخلت لحل هذا النزاع في بعض الحالات وطبعا مثل ما نعلم بأن الأحكام دائما حجيتها ما بين أطرافها ما بين المدعي والمدعي ما تسريع على الكافة ولكن أيضا المحاكم تدخلت مشكورة في حل هذا النزاع من خلال أنها اعتبرت أن الوكالة العقارية بمثابة عقد بيع ابتدائي على إثر هذا يجوز لك رفع دعوة اللي هي صحة ونفاذ هذا العقار والحصول الحكم لذلك من يملك وكالة عقارية اليوم لا يستعين في محامي لا يقول حتى حتى شخص يقول هذا ممكن هذا يكون من قبيل الترويج لا يستعين في محامي مجرد أن يلجأ للقضاء يقدم سند الوكالة العقارية يرفع دعوة يختصم فيها كافة الملأة العقار حتى المالك الأصلي ومن ثم يصدر لها الحكم بأن هذا العقد بمثابة عقد بيع ابتدائي لذلك سيكون فيه مأمن في حال حصول حصوله على التثمين حتى أنه يحصل على هذا المبلغ ممتاز هذا في البيوت في موضوع المجمعات اللي يخضون بالوكالات وبعدين يطعن في السعر وتصير في الكويت بعد ما انباع شنو الإجراء الصح المفوضة نعم هذه من الأمور الواقعية اللي تحصل ولا زالت تحصل وستحصل أيضا إذا ما كان في مستوى عالي من الوعي للأسف أننا شاهدنا بعض الصفقات العقارية الكبيرة اللي تحصل في الكويت يتخلى لها نوع من أنواع ما نقايل الغش لأن الغش يهون كمسمى عند الأمر اللي يستخدم في هذه الصفقات أنا ممكن أقول دهاب ممكن أقول خبث ممكن أقول خبطة مرسومة مسبقا يعني تكتيك معين لتحقيق هذا الهدف على سبيل المثال اليوم الشركة سين تملك مجمع والشركة صاد ترغب في شراء هذا المجمع الشركة سين تعرض هذا المجمع بمبلغ عشرة مليون شركة صاد تقول أنا قبلت بشراء المجمع بقيمة العشرة مليون ولكن ولكن أنا راح أشتري المجمع بالعشرة مليون لكن ما أسدد قيمته كاملة نقديا أنا راح أسدد خمسة مليون نقدا وخمسة مليون أسهم عقارات أخرى تعويض مجوهرات أي تخيل يعني ويتخيل معانا السيدة المشاهد أو السيدة المشاهدة كل ما يحلو في ذهنه وقع وإذا تذكرون معانا أنه حصلت مرة من الوقاع في الكويت أنه استبدل عقار استثماري أو تجاري بساعة كانت تقدر قيمتها بقيمة هذا العقار لما حصل هذا الأمر وهذه البيعة وقعت يتراخى المشتري المشتري طبع الباع هو صاحب الحلال نفسه المشتري يتراخى في نقل ملكية العقارات أو المجوهرات أو الساعة أو غيرها في حين أنك أنت قمت بحسنية ونقلت ملكية هذا العقار في دارة تسجيل العقاري إلى اسمه في هذه الحالة مثل ما أرد وأقول لك وحمد راح تضطر أنك تكون موجود في المحاكم في الروقات المحاكم عشرات السنوات اللي تكون فيه هذه الشركة صاد اللي هي المشترية خذت الإجارات وخذت الأرباح وقد تكون باعة المجمع لما ارتفع السعر العقار يعني خلنا نقيس مع بعض اليوم 2023 إلى 2013 عشر سنوات العقار اللي كان يساوي 500 ألف اليوم يساوي ثلاثة مليون أو 2 مليون ونص في أقل تقدير فلما تحصل هذه الفترة الزمنية حققنا كل هذه الأرباح تبتيص دلك حكم بالمليون اللي أنا اشتريت منك مليون فضل هذا المليون في حين أنا فوت عليك 2 مليون ونص أو مليون ونص من الأرباح لذلك احنا نرد ونقول بأن دائم مثل العامي اللي احنا نقوله نجهز الدول قبل الفلعة وأيضا حرص ولا تخون أنا اليوم إذا ببيع عقار بأي قيمة كانت طبعا البيت اللي يساوي لـ 400 ألف بالنسبة للشخص صاحب هذا البيت نفس المجمع اللي يساوي 4 مليون لكن هذاك تاجر وهذا مواطن هذا راس ماله وهذا راس ماله فاليوم ما يمنع أني أرفع التلفون على أي شخص ذو خبرة قانوني أو تاجر عقار شنو الإجراء اللي أنا أحفظ في حقي هذا الأمر يحفظ حقي أنا راح أسعى في هذا الأمر وما في زعل لا تقول أنا انحرجت من فلان عطاني الشيك جدامي رواني الشيك مصدق هذا الأمر ترى انطلع على غيرك وأكثر حرصا منك في هذه الأمور لذلك الحرص الحرص دائما واجب والحذر أيضا واجب في هذه الأجراء أخي فهد يومنا نروح على موضوع مهم أيضا حقوق الورثة لابناء المواطن الكويتية وابناء المواطن الكويتية في الكويت ليش إحنا لما نبيع بيت ورثة أو بيت روح أقل الدلال نقول لنا بيك تبيع لنا البيت هذا والله وصل السعر الفلان والله أعلم هو وصل ولا ما وصل فيضمان يعطونا دلال ثاني اللي يبلي على السعر أنا بيعه وتفقوا على البيع وتعرف إجراءة الورثة ووثيقة وما لذلك ليش ما يفتفرض وزارة العدل يجب أن يكون هناك أو أنا كالطرف يكون محامي موجود يتابع الإجراءات مدى قانونيته شلي يمنى الزام هذا السؤال بحمد ينكأ الجروح لسبب اليوم فيه تهاون كبير من الأسف من جهات الدولة وعلى كثير من الأصعدة في دور المحامي بإلزام الأطراف المتعاملة مع هذه الجهة بالجولة المحامي إذا تذكر قول الهوى يلنا أنه في يعني في إمارة من الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي قضت شبه تماما على مسألة النصب العقالي إذا تسمع لي أن يدخل في هذا الجانب لما قضت على هذا الأمر انتهجت نهج قريب للسلوك المتخذ في في لندن في بريطانيا ولكن أيضاً خذت دور المحامي الدائرة الحكومية خذت دور المحامي شلون هذه الطريقة؟ قلت لك شوف وبالبنطة العريض يعني الكل يعلم لا في بيع ولا شراء سواء عقار أو عقار على المخطط يعني مشروع تجاري والله راح نبنيتشوه لفما تشوف الصور والتسويق اللي حاصل اليوم أو مشروع مستقبلي ما يتم إلا عن طريق دائرة الأراضي تمام أنا بشتري وبيع عند ذات الأراضي أنا روح أعطي بوحمة شيكي واشتري من بيته وكيف نبدي روح نسجل لا ما تسجل أنت ما تعرض إلا عن طريقهم وتدفع الفلوس عن طريقهم وبعد ما يتحققون من صحة المعاملة يحاولون الفلوس للطرف المشتري للبايع والفق للبايع هذا السلوك كان أسهل على السيد وزير العدل بأن يصدر قرار بإنشاء دائرة الأراضي بوزارة العدل هذه راح تخدم كل المواطنين وعلى فكرة في إمارة دبي يأخذوا الرسوم بسيطة جدا على تحويل هذا العقارات وفي الكويت أيضا يأخذوا الرسوم فهذه النظرة راح تحقق عائد الدولة أيضا بالاستعانة بناس مختصين من هذا الأمور ولكن للأسف احنا غفلنا عن هذا الأمر طبعا تدخل المحاوي بشكل مباشر نشوفه في بريطانيا في بريطانيا لابد أن يكون في محاميين واحد البائع واحد المشتري ويفتح حساب بنكي خاص بهذه المعاملة ينتهي عندنا هذه المعاملة هذا يحول العقار ينزل المبلغ في الحساب يكون عليه هولت ومن ثم بعد البيع ينتقل للبائع فهذه الإجراءات والاستعانة لمحامي في محامي راح تنهي بعض المشاكل المستقبلية اللي فعلا أن البائع والمشتري في غنى عنها ولابد أن يعني أيضا يعني نذكر بأنه مو كل المواضيع تتعلق في نصب في بعض الأمور تتعلق في سوء يعني إدارة بخلاف ينشأ ما بين الأطراف مثل مسألة الورثة غيرها من هذه الأمور اليوم إحنا مثل ما طلحت أبو أحمد مسألة الورثة اليوم إحنا الورثة لما يباع هذا العقار الواقع أما قضية أو يكونوا متفقين كل الورثة فلما نروح نشوف الورثة بس أفهم العقار لا يباع اللي باتفاق كل الورثة طبعا بالطريقة العادية بالصورة العادية بالصورة العادية أما يحضرون كل الورثة ويوقعون على وثيقة البيع ولا أصبح هذا العقار غير ممكن إذا واحد اعترض إذا واحد اعترض ما يباع العقار ما يباع ما يحصتي ما يباع نروح المحكمة طبعا نروح المحكمة وندش في نزاع قضائي لذلك اليوم الاستعانة في محامي أفضل من ناحية يعني إجرائية لمسألة واقعية اليوم لما يتم تقسيم هذه الأنصبة أن المحامي بتواصل مع كل هذه الأطراف الأطراف يلسق بينها شكرا أفضل من أنه يكون شخص له مصلحة بأنه يتواصل مع كل هذه الأطراف لذلك دائما عقار الورثة ومسألة الشيوع ما نشاهد فيه قضايا كثيرة أمام القضاء لماذا تطول لماذا تطول في المحاكم لما تقول عشر سنين وخمس تاعس سنة واثنائس سنة ويمكن ما تحصل ويمكن تحصل وتصير يمكن يتوارثون لا أزيدك من الشعر البيت وفي حالات يتم تعطي فيها البيع لمدة خمس سنوات على سبيل المثال وأكثر طبعا بس أنا أعطيك الصورة البسيطة خمس سنوات طبعا يتعطى لمسألة أكثر افترض أن أحد الورثة يكون عمره سنة يكون هذا البيت بيت حكومة بإمكاننا أجل هذا البيع من عمره سنة إلى عمره ثمانتعش سنة واحد وعشرين سنة أعطرنا كل هذه المدة لكن أزيدك أيضا من الشعر البيت التعطيل اللي هي الخمس سنوات اليوم القانون الكويت يقولك لا يجبر أي شخص في البقاء على الشيوع يعني اليوم أنت مو بإمكانك أنك تجبرني أني أكون شريك أخوي اللي أنا ما بيكون شريكا هذا الواقع في القانون ولكن القانون أيضا بنفس الوقت منح سلطة للقاضي بأن إذا القاضي شاف في هذا البيع يعني جزئية أو بعض المواضع تضر بأحد الشركاء يجوز للقاضي أن يؤجل البيع لمدة خمس سنوات خمس سنوات خمس سنوات هذا في حالنا ما نتكلم عن قصر كلهم متجاوزين للسن القانوني افترض أن الورثة كلهم ذكور عندهم أخت وحدة غير متزوجة ما عندها من يعيلها ما تملك يعني غير هذا الجزء من هذا العقار إذا شرحت وضعها للمحكمة القاضي بإمكانها استعمال الصلاحية الواردة في القانون وتأجيل هذا البيع لمدة خمس سنوات سؤال مهم يعني هذا دائما ذات أغاليس المحامي نعم على افتراض أن ورثة اختلفوا ورحوا للمحكمة يبيعون البيت نعم بيت ملك ورثة عندهم شهادة حصر الوراثة نعم يعني وهم يبيعونه نزيل وعرضوا على المزاد السعر ما ياب السعر المفترض نعم هل ينباع البيت إذا كان يقول لك إذا راحت المحكمة خلاص البيت يباع بلاش طبعا أنا أقول لك ليش بحمد لأن اليوم القانون يكلف خبير الدراية في تقدير قيمة العقار بالقيمة السوقية لازم يقدر أول لازم يقدر يعني قبل ما ينبعز المزاد نعم طبا لطرح المزاد وللأطراف من الأطراف نفسه من يعترضون عن هذه القيمة من حقه نعم من حقهم من يعترضون عن هذه القيمة ويطرحون مثلا كنت نقول قيمة الستمائة ألف من باع باربعمية قال لك يا أخي موز مسعرة افترض أن أنا أحد الأشخاص أو الورثة اللي في هذا الموضوع راح أروح ألجأ إلى خبير خارجي مكتب تقييم خارجي أحصل على تقييم أقدمه للقاضي في أول جلسة وأقول لأنا اعترض على تقييم خبير الدراية لأن هذا العقار في الواقع قبل ما يروح المزاد نعم قبل ما يروح المزاد لأنه قبل المزاد في خبير دراية وفي محكمة موضوعية تنظر بيع هذا العقار قبل إحالته فاليوم أنت عندك حق الاعتراض بأن هذا العقار ما يساوي ولكن خلنا نروح إلى المرحلة اللاحقة في العقار اليوم القاضي لما يبتدي بيع هذا العقار ما يبتدي إلا بالقيمة اللي وردت إليه بحكم الإحالة الخبير اللي حدده نعم واعترضوا عليها الخصوم مثل ما قلنا لكن إذا ما في أحد زاود على هذا العقار ولا أي طرف تقدم لشراء هذا العقار في هذه الحالة القانون أيضا يخول كسائر كل المزادات في كل دول العالم ما أقول لك الكويت فقط أن للمحكمة أن تخفض من قيمة العقار في حدود العشرة بالمئة ولكن المحكمة ليست ملزمة بالعشرة بالمئة ممكن تخفض خمس تلاف إذا كانت قيمتها مثلا مليون لها للمئة ألف عشر تلاف عشرين ألف ثلاثين ألف ممكن تتصرفي المحكمة وفلها صلاحية ولحقها هو تعترض على قرار المحكمة نعم طبعا ولكن يعني دعنا نقولها بالعامة طبعا تجار العقار لهم أساليبهم في استغلال هذه المزادات والحصول يعني على بعض الفرص العقارية من خلال لذلك أبضل للكل أن يتفقوا طبعا طبعا حتى وإن كان يعني ممكن نحن نعطي يعني مثال أيضا ما بين الورثة تقع بعض الحالات شقيق وشقيقة اثنين إخوان توفى والدهم ورثهم بيت ما عندهم الأم متوفي وكل شيء هم أثنين فقط الورثين واحد متزوج واحد غير متزوج الغير متزوج قال له أخوه قال لي إبقى أنت متزوج خلك في البيت وأنا بطلع من البيت ومتى ما بعته بعته وخلاه يقعد في البيت أربع سنين بعد أربع سنين الغير متزوج تزوج يعني ما تدري هل يعني زوج تغيرت تفكيره واللي حصل أي أن كان طبعا اللي حصل وحب أن يبيع البيت اختلف مع أخوه وراح بلجأ إلى محامي رفع قضية تدري شيء اللي طالب فيه قبل بيع البيت طالب من أخوه قيمة إيجارات البيت لمدة أربع أو خمس سنوات اللي بقى فيها الأخو المزوج في البيت على أي أساس على أي أساس لأن الأخ المتزوج من تاريخ الوفاة لتاريخ البيع هو الوحيد فقط المنتفع في العقار قيم هذا العقار بأنه يساوي كأجرة شهرية أربع تلاف دينار يعني نصيب الأخ الغير متزوج على أربع سنوات مبلغ وقدرة لما انباع البيت في المزاد العلني تم خصمها تم خصم هذا يعني شونية بتنزل أنا قاعد في البيت برضى هذا ما عندي لها عاغد لعي أرد وأقول نفس الفكرة حرس ولا تخون إذا تم هذا الاتفاق بيني وبين أي أن كان اليوم هذا الواقع اللي نحن قاعد نعيشه في الكويت خلنا نتكلم بصراحة أبو أحمد إذا نكلم بنوجه رسالة هادفة للمشاهدين المستمعين نقول أن اليوم الواقع يفرض عليك أنك تتخذ كل إجراء قانوني في كل مرحلة أو كل خطوة اليوم شلي يمنع عني قاعد أنا ويا أخوي وقول أكتب ورقة أقول والله اتفقنا على اليوم الفلاني مستحي من أخوك ديك على أقول أنا عندي محامي بيرتبنا الإجراءات قول أنا عندي مندوب اللي فلاني بيسوي لي كذا وسو هذه الورقة واحتفظ فيها لأنه بعطيك على سمثال افترض أن الأخو ما قدر فيه أخو والأمور سليمة لكن الأخ اللي هو صاحب الحق هذا توفى هل أنت تظمن الورثة أيضا ما يدرون أصلا أنه كان فيه اتفاق ممكن يشكل في ذهنهم أنه والله عمنا ترد أبونا من البيت هذا على نفس موضوع الورثة لو أنه واحد مثلا الورثة ما يبيبيعون وواحد يبيبيع واحد عنده حصة جزء من هذا نعم نعم نحن ما نبينا نبيع نعم هل المحكمة تلزم كل الورثة أنهم يبيعون لا طبعا هو في أسوأ الأحوال حصة هذا الشخص الوريث إذا انزلت إلى المزاد العلني الورثة لهم حق الشفعة في كل حصاصهم صح فهم يقدرون يشترونها إذا ما يبي يشترونها إذا ما يبي يشترونها رأيشتريها شخص غريب آه يدش بينهم طبعا إذا الفرز كان ممكن أما إذا تعذر الفرز لا رح يباع العثار بالكامل طرف واحد طبعا يعني تفقوا قبل البيع نعم وهذا الأفضل يحقق على فكرة أبو أحمد مثل ما قلت وضحكتك لها مغزة يحقق حتى فايدة بالقيمة السوقية أنت طرحت بساعة جزئية جدا مهم إذا العقار راح المحكمة ما لا قيمة صحيح فأنت اليوم كورثة لما تتفقون بينكم حتى لو يعني الله لا يحط الشينا بين الناس ولكن حتى لو ما تشتهم بعض الاتفاق ما بينكم وجود وسيط رح يحقق إذا نفترض أن واحد هذا الطرف اللي يريد حقه رفع قضية نعم جاء المحام وقال يا حضرت القاضي إحنا نريد أن نتفق وإياه على البيع خارج طاقة المحكمة وإحنا عطونا فرصة لتقييمه في الخارج وبيعه نعم والمحكمة تعطي أجل للصلح تعطي أجل للصلح نعم شكثر تعطي نعم تعطي أجل على حسب نوعية الصلح يعني يقولك على ما نشوف اللي نبيع نعم ويعطي القاضي إذا التمس منك خطوات جدية للصلح رح يعطيك الأجل الكافي والوافي حتى نكتب يعني نقولها مثلا جاء الممكن قال يا حضرة القاضي إحنا نعم ما نختلف على البيع والورط يبي يبيعون نعم لكن عطنا فرصة لا تقل عن فترة معينة اللي عرضة عند الدلال ووصل السعر يعطيك يعطيك طبعا 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 ممكن يعطيك سنة مثلا الممكن ممكن نعم ما قلت بعمل إذا القاضي يعني تلمس من الأطراف وجود نواية صحيحة وسليمة للصلح ما بينهم إطلاقا لن يكون القضاء يعني هو الدافع يعني حتى لو هذاك اللي بيعقلك أنا ما بي حتى لو طبعا أنا عندي عرضة بعرضة علي أنا بي المحكمة تمهلني فترة من الزمن حتى أني أعرض علي اليوم مثلا عزب خبير الدلاية قرر أن قيمة البيع 300 ألف أو 400 ألف قيمة العقار أنا حضرت ما المحكمة قلت لبا أنا بفيد أخوي العقار أنا لقيت لأ شرائب روية ألف وبالمحكمة تمهلني فترة من الزمن حتى أني أنا أبيع هذا العقار وراح أصير على أكثر هذا هني الطلب يكون منطقي وواقعي إذن في بعض الورثة لما يتوفى الوالد مو مستعلين على نعم طلعوا وحسروا للراثة لكن ما حول الوثيقة باسم الورثة نعم ماشي نعم وياي الحين يبيعون طبعا فيه إجراء بعد عشرين سنة يقول لك احنا بنحول الوثيقة إلى طبعا وزيتك مشار بيت محمد افترض أن هذو الورثة يتهاونوا بعد العشر سنوات ما أنا قل لك عشرين سنة بعد عشر سنوات واحد منهم توفى ادخلوا ورثته فأنت في السابق كنت بتنقل ملكية هذا العقار إلى مثلا ثلاثة أربعة خمسة حلو اليوم راح تنقل ملكية هذا العقار إلى عشرين شخص فيه ضرر يعني طبعا فيه ضرر بالإجراءات بالقراتبية بالإجراءات وهم لن يؤثر في المراكز القانونية هم سيرثون بقدر حصة والدهم لكن خذ الإجراءات وقدر ما يكلون أربع ورثة راح تصد عشر ورثة نعم لذلك اليوم هذا الشخص مثلا الله خذ أمانته وهذه السيدة الله خذ أمانته تملك هذا العقار لها ورثة ما يمنع طلاق أنه شخص يأخذ وكالة عن إخوانه يكون مدوم فيها بأنه ما يبيع ولا يشتري مجرد دورة ينقل ملكية هذا العثار لصالح فلان فقط مشكلة طبعا خنت أتكلم على قضية مهمة في حلقتنا اليوم نتناقش فيها القوانين اللي واحد متعلقة بحقوق الورثة لأبناء المواطنة الكويتية لأبناءهم غير الكويتية يعني هذا يمكن أن طرحته من زمان المواطنة الكويتية عندها ورثة عيالها غير الكويتية توفت نعم الورث غير يروح طبعا يجب أن نسلم بأن مسألة عدم تملك الأجانب للعقارات في الكويت هي قضية متعلقة بالأمن الوطني الكويتي لأن اليوم نسمع في بعض الدول يقول لك والله مثلا صار عليهم مثلا دخل قضايا تقرير مصير كذا يقول لك والله يستهلون ليش باع وراضيهم مثلا عسي مثال نحن اليوم ما رح نسوي نفس القصة يعني نحن أيضا كدولة واجب عليها ويشكر أيضا المشرع وتشكر الحكومة لتطبيق هذه الفكرة بأن اليوم ملكية العقارات في الكويت محصورة على الكويتي و أخواننا وشقاننا في دول ما يستعود ليش لأن مستحيل يعني أن الإمارات يكون طمعان بالكويت أو كويتي طمعان بالإمارات هو نسيج واحد فهذا تملكني وهو يملكني ولكن في بعض الدول لا لها مطامع في ملكية هذه الأرض لذلك هذه المسألة بعد ما انتهينا من هنا يعني أمن قومي في محاذير على تملك المسألة اللي هي العقارات لأبناء الأبناء الكويتية الغير كويتيين على سبيل المثال شخص اليوم وافد من مختلف الجنسيات يتزوج سيدة كويتية ينجب منها أبناء يحملون جنسيتين عراقي سوري أردني أمريكي بريطاني أي إن كان من هذه الدول توفت هذه السيدة وهي تملك عقار يعني أي إن كان هذا ما قال لهذا العقار لها الأبناء هل يملكون هذا العقار قطعا لا شي تسوي السبب أن هما يحملون جنسية والدهم شنو الإجراء هل دولة الكويت دولة ظالمة مجحفة رح تأخذ العقار تقول ما لك شي عندي لا قانون الكويتي أمهل الورثة أمهل الورثة فترة زمنية بحدود ثلاث سنوات أربع سنوات حتى أنهم يعدلون الوضع شنو تعديل الوضع في هذه الحالة أما أني أنا أبيع هذا العقار أو أنقل ملكية هذا العقار إلى شخص كويتي يعني يعطونك فرصة لبيع العقار للطرف كويتي نعم حتى أنك تحصل على هذه القيمة شنو فتح عندنا هذا الباب مجال الكامل تناقشنا فيه أنا وياك وعمد قبل هوى أن للأسف واقعا عندنا في الكويت بأن فيه أشخاص غير كويتيين يتملكون عقارات في الكويت مقيدة بأسماء كويتيين شون تتم هذه العملية هذه العملية تتم من خلال أوراق خارجية اليوم أنا شخص غير كويتي أقول لك بأحمد هذا البيت أنا شريثه بـ 400 ألف دينار حلو ولا تهون أنا بحطه باسمك وبنفس الوقت باسم كويتي باسمك طبعا أنت كويتي أنا وافد نزيل حطه باسمك أبيك تسوي لي قرار بأن هذا البيت ملكي وأن اسمك في هذا الوثيقة صوري وأنك لا تملك من هذا البيت شيء عند محامي وأن ملكي عند محامي لو وزيدك مش جعل البيت تبين سوي عند الحكومة أبيك تسوي لي قرار دين عند الحكومة بقيمة البيت لزيل هذه المخالفات للأسف إنما في عواقب قانونية لهذه الإجراءات هذا مخالف طبعا مخالف حلو طبعا هذا يهدد الأمن القومي الوطني ما أنا أقولك بس مخالف ولكن أيضا ما يوجد عواقب قانونية على هذا الإجراء على سبيل المثال اليوم أنا ما وجدت مثلا قانون أو لا سائحة تقول أنه إذا ثبت تواطئ شخص مع شخص آخر لتسجيل عقار كان في الكويت باسم أجنبي من دون أخذ الإذن في مجلس الوزراء لأنه محسور الإذن في مجلس الوزراء بأنه في غرامة مثلا عشر تالاف عشرين ألف مصادرة البيت هنا لن تجد من يجرؤ على أنه يحتال على القانون في هذا الجانب ويحاول تملك عقار في الكويت ولا في المستقبل طبعا هنا نستهين في الأخوة الوافدين طبعا هم مرحب فيهم على أوسع الأبواب القلوب قبل البيوت مفتوحة لهم في الكويت والكويت بلد الجميع ولد الخير ولكن أيضا الواحد لا يستهين في الأمن الوطني الكويتي هذه الأرض لن تجد لها بديل في أي دولة من دول العالم ممتاز احنا تكلمنا على الأرض العقار صح؟ نعم هناك شقق الآن ايه شقق فيها بلاوي ثانية ايه نحنا تكلمنا على الأرض وقول لها تقعد عشر سنين لقمس سنين لها طريق صار شريتها من الشركة الشركة حصل أمر ما شهادة أوصاف العقار كل يواجه مشكلة أنا بتكلم عن الشرق والمحلات لأنها نفس القصة نفس القصة حتى المحلات بالضبط لأن الأثنين لح محلات في بيع لها نعم في بيع وحصل في ناطق البحرية صحي حصل نمس الخلافة وبرعطيك مثال قد يكون يعني يعني المضحك المبكي تصور أن عمارة من العمارات يعني تم فرزها وبيع شغق فيها بعد شهر قبل استلام أي شخص طبعا أنا عندي وثيقة ودت يا وحمد عندك وثيقة وسين وصاد وكل الأخوان اللي موجودين معنا حتى خلف الكاميرات عندهم وثائق أربعين شقة في العمارة قمنا الصبح العمارة مهدومة نحن نملك الوثائق صاحب العمارة ما نصب علينا في أي شيء العمارة مهدومة مموجودة ما فيها سكان ولا فيها شيء وهدمة العمارة السؤال هل الوثيقة اللي معاك تمتلك الشقة ولا الأرض ما فيها جزء من الأرض على أي أساس قيمتنا جزء من الأرض هذا الشقة يعتبر جزء الكية جزء من الأرض هذا اللي نفهم هذا اللي تفهم لكن الشقة هي مو جزء من الأرض مو جزء من الأرض ملا لا مو جزء من الأرض بالقانون شذي بالقانون بعد هدم العمارة بالإجراءات القانونية وفق الأطر القانونية واستصدار ترخيص من البلدية بالهدم فعلا لك جزء من الثمن ولكن في حال أن عاد الحال اللي ما كان عليه بأن هذه هي أرض كل الملاك رح يرجعون على مالك الأرض الأصلي على المالك الأصلي المالك الأصلي هو ما باعها ننتبه هو باع شقق هو ما باع الأرض لذلك اليوم نسمع نبتدينا فيها حلقتنا أن مسألة النصب تتطور دائما ما يكون المجرم يعني يتمتع بمستوى عالي من الدهاء فاليوم الحذر كل الحذر من أنك أنت تتهاون بعض الأمور هم قد يكونون المجرمين استنفذوا مسألة بيع الشقق في تركيا وفي غيرها من هذه الدول والنصب على الناس ابتدعوا وسائل جديدة ليش أنا أنصب بره؟ أنصب في الكويت باعوا شقق في مساكن يعني أو في منازل سكنية مظال سكنية اليوم يعني شنو أسهل مني أنا أقول لفرد يا أخي لا تسمع كلامي اركب سيارتك وروح إلى بلدية الكويت ووطلع منها وروح إلى وزارة العدل قول هل يجوز فرز شقة في عقار سكني في الكويت؟ الإجابة لا لا يجوز أطلاقا العقار في الكويت لا يجوز أنه يفرز إذا كانت مساعتها قد من خمس بيوت متر يعني استحالة أن تجد شقة في عقار سكني والحين الآن أنا وياك وأحمد بإمكاني أني طلع تلفوني أوريك ألف إعلان في منطقة سكنية اللي هي مثل على سبيل المثال خيران شقق هذا صار تنباع موجود إلى الآن تنباع وين الرغابة؟ وين الإجراءات اللي اتتم على هذا الأمر؟ أساس المشاهدين نبههم إذا قال لك ذلة وبيع لك شقة داخلية لا تصدق هذا الأمر نعم وأتحدى أن يعطي وثيقة فيها شقة مملوكة ملكية خالصة يقول لك أرفع قضية في المحكمة أتأخذها؟ لا القضية هي أثبات صحة التوقيع والحكم يعني والأوراق اللي معاك الحكم طبعا هو عنوان حقيقة ولكن الأوراق اللي معاك تبقى له تشرب مايها ما لا حق نهائيا وإذا توفى صاحب الشالية اللي شريت منه أنت شقة عيالة راح يأخذون شرية يطلبونك برة وهذا قولا واحدا يعني ما لا ثاني لذلك الحذر أنت اليوم فلوس مو حط يعني شيء تافه في هذه العقارات فالحذر كل حذر من يعني أن يستميلك أي أعلان تكون من وراه مقاصد جدا جدا خبيثة كمال موروح باجي لمحاولنا الأخيرة أغرب قضية نصب عقاري يتمكتبك وانصدمت فيها يعني وقعدت تفكر فيها كثير أغرب واحدة فعلا شدتك ولكن هي من أصعبها يعني لعل الصعوبة فيها تكون في مسألة يعني قساوة القلب اللي حصلت فيها بأن شخص للأسف أنه بعد ما يعني استنفذت فيه كل السبل وصارت عليه قضايا نصب وكذا يعني هذا الشخص الدعا بأنه خلاص لجأ إلى ربه وأطلق اللحية وصار دين وصار خير وفتح مبرة خيرية في الكويت وسوى البيت مبرة لا 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 سوى مبرة خيرية في الكويت ازاي؟ وبدأ هذا الشخص يذيع اسمه ما بين يعني ما بين الناس بالأعمال الخيرية واستغل هذه اللحية في بيع عقارات في دول شرق آسية هذه العقارات بعضها كان يبيعها بهدف أنه رح يبني عليها مشروع خيري وبعضها لا والله أراضي للأشخاص يعني وملكياتهم هذا الشخص استولى على ما يقارب يعني في حدود المليونين واربعمية وثمانين ألف دينار إذا أنا كنت يعني ذاكر للرقم من الهوى بالضبط لمو من الهوى من ناس أصحاب ذمة وضمير أغلبهم من اللي كان أغلبهم يعني من أفراد كانوا يرتجون وجه الله من خلال شراء هذه الأراضي لبناء مساجد ودور أيتام وغيرها فيقول خلي اشتري الأرض هذه بقيمة بسيطة بعد خمس سنين أربع سنين أجمع لبيستين هم أبنيها وخليها سكن لأيتام وغيرها استولى على هذه المبالغ ولكن أبشرك وحمد أنه مثل ما نقول بالعام يخايص بالسجن الحين لسوء فعلته طبعا يستاهل وأمثلته كثيرا في حالات موضوع البيت الورثة الوالد يتوفى تبقى الأم لها حصتها نعم والورثة يبيبعون هل فعلا ما وشيع لوجود قانون إذا الأم موجودة في البيت ما ينبع؟ طبعا قيل عنها نعم هذه المقولة على أطلاقها غير صحيحة غير صحيحة نعم في تأجيل البيع طبعا يختلف فضع الأم إذا كان بيت حكومة أو بيت يعني ملك حر الشي اللي يفرق بيت حر و بيت حكومة بيت الحكومة يقرر للأم نصف العقار يكون للأم النص وللأب النص من العقار فالملكية الأم تملك الآن النص وبعد وفاة الأب رح تملك أيضا حصة باعتبارها وريثة في حصة الأب فصارت حصتها النص بالإضافة إلى نصيبها الشرعي من زوجها أما في البيت الحر لا رح تكون الأم وريثة عادية حالها حال الأبناء رح تملك حصة معينة وفي كل الحالتين الأمر هذا لن يغير يعني من الواقع شيء بأن الخيار راجع إلى قاضي الموضوع لينظر هذه القضية بإمكانه تأجيل مسألة البيع ومدها أيضا وبإمكانه إحالة العقار البيع على سبيل المثال أطرح لك واقع يعني هذا الشيء خضية واقعية أنه في عقار في أحد المناطق السكنية الفاخرة في دوت الكويت العقار مساحته ألفين متر الأم كانت تملك فيه يعني نص البيت فعلا وتملك أيضا نصيبها من زوجها اعترضت على البيع في حين أن أبنائها كانوا يعيشون يعني في يعني في حالة ضنكة على يعني على الرغم من هذا المسكن ولكن المراكز المالية جدا متهالكة فطالبوها في كل يعني بكل الوسائل بأنها تبيع هذا العقار رفضت بعد وفاة واحد من الأبناء زوجة الأبن رفعت القضية أمام الغضاء وبالفعل تم بيع هذا العقار لسبب اليوم لما أنا قدر نصف قيمة هذا العقار تساوي أكثر من 2 مليون دينار فأنا ما عربت هذه السيدة إلى الشارع وإلى يعني أنها تكون مثل ما يقولون بالنجلزي هوم لسا وغيرها لا بالأكس و2 مليون راح تجيب له أحلى بيت في أحلى منطقة في الكويت صح ولكن المسألة كانت عناد ولكن لو ناخذها بمفهوم المخالفة وأيضا النظر من زاوية أخرى إذا كان عقار مساحته 400 متر هذه السيدة مالها يعني مالها يعني سكم يقدرها الغاضي نعم الغاضي يقدر هذا الموضوع ممتاز موضوع الأرض والقارض وموضوع إيصال الزوجة لها نصف والحين بعد اللقاء الحكومة يعني سواء بعد إيصال التيار ما تقدر حتى الزوج لو راح وطلقها ومده لها الملك حسب ما فهمنا لها نصف لها نصف نزل ليش قبل إيصال التيار لها ومن بعد إيصال التيار لها لأن الأمر متعلق في إصدار الوثيقة في السابق ما كانت تصدر للعقارات المملوكة للدولة اللي هي مثل ما نقول احنا بيوت الحكومة ما كانت تصدر لها وثائق صحيح بعد هذه المرحلة يعني ممكن يكون في 2015 2016 يعني في أقرب تقدير 2017 صدرة أحكام قضائية على أثرها صدرة قرارات بأن ممكن أن نصدر وثيقة عقارية لهذا البيت من الإسكان على الرغم من أن هذا البيت مطلوب لذلك اليوم ثور التخصيص والبناء ممكن أن الزوجة والزوج يحصلون على وثائق في بعض في بعض الأزواج للأسف من يكون يعني مثلا يكون عندها سؤنية في بعضهم لا ولا متخاضل ما راجع ما لخلق مثلا ما نقول لنا يراجع ما يستخرج وثيقة العقار إلا بعد إيصال التيار الكهربائي صحيح هي واقعا ما لها علاقة ولكن هذا الإجراء اللي يحصل في المعاملات اليومية اللي تصير فلما يصدر هذه الوثيقة بعد إيصال التيار يكون قبل إيصال التيار مطلق الزوجة ما لها شي وبدو ما تدري من غير ما تدري ولكن لنلقي اللوم كله على الزوج نشوف الموضوع أيضا من زاوية أخرى في بعض السيدات لا بعد التخصيص إذا شافت في خلاف مجرد خلاف هي من يسعى بين بنفسها تلجأ إلى محامي أو من نفسها تروح الوزارة وتصدر وثيقة لنفسها حق نفسها طبعا وثيقة معاها تملك نص البيت إذا حست أن وراء الأمر شيء طبعا عشان جدي أرد أيضا أبو أحمد وكرر حرص ولا تخون إذن بعد ما سكنه ووصل التيار ما تملك أي شيء طلقها ما رح تغير أي شيء إذا كانت موجودة بالوثيقة من الأساس لا على افتراض ما في خلاف تمام متزوجها وصل التيار وعاشها بس ما صدر وثيقة تمام الآن طلقها حلو يحق لها أنها تسجل البيت بسمها نصها بسمها بسمها يحق لها إذا هي سعت ليصدر وثيقة إذا سعت قبل الطلاق بعد الطلاق بعد الطلاق ما يحق لها هو اللي يلاجع ما لها شيء بعد ما وصلوا التيار وسكنتوا ما لها شيء لكن الأمر يكون في استحالة أننا نقول إحنا شون وصل التيار من غير ما يستخرج وثيقة لا وهو وصل التيار ما رح يقدر يوصل التيار إلى بوثيقة هذه النقطة هذه نقطة الاستحالة أبو أحمد ما رح يقدر يوصل التيار إلا بوثيقة لكن أنا بفترض معاك بواسطة رح وصل التيار من غير لا يصدر وثيقة بعد لها شيء ما لها شيء ما لها شيء ما لها شيء طبعا حتى لو رفعت قضية حتى لو لو ترفع 20 قضية في قرار صدري داري من الوزير من حقها حتى لو نطلقها وفي أحكام صدرت غير صحيح أحكام الغضاء تسمو على قرار الوزير وعلى 20 وزير يأتي من بعدها وهذه أحكام الغضاء الثابتة لأن القانون يفترض أن هذا المسكن للأسرة ما هو لزوج وزوجة فهو يفترض أن والله هذا الزوج عنده أبناء وعنده زوجة خصصنا له ممكن نطلقها الزوجة أحده ثانية الثانية راح تدلش بالوثيقة وإذا الأولى عندها أبناء راح يكون لها حق السكن إذا كانت بالوثيقة فأيضا هذه هذه المنازعات ترجعنا يعني للقاعدة الأولى أبو حمد بما قلنا نحرس وأتخول اليوم والله ما يمنع أن الشخص يلجأ للوزارة نفسها في إدارة كاملة قانونية ويدش على الإدارة القانونية ويقول لهم أنا وضعي كذا 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 شنو الإجراء الأسلم أني أنا سوي وكلنا ثقة في إخواننا أيضا الموظفي في الوزارات في بعضهم مشتهدين ومديل دورهم راح ينصحونا خير النصيحة يعني حتى أن يكون محافظة لحقه ممتاز نروح إلى محورنا الأخير في موضوع النصب العقاري هذا موضوع شبير يعني يحتاج مننا حلقات واحدة أنت قاعد تتجاوب وتيني حالات أتذكر في بعض الموضوع قل الموضوع نروح إلى توكيل العقارات خطورة موضوع توكيل العقارات وشنو توكيل العقارات أساس مشاهدين نعم طبعا التوكيل العقاري هو مسترح يعني من ضمن مثل ما نسميحنا وكالة عامة وكالة خاصة وكالة سيارة من هذا القبيل صدر أيضا ونسمى اللي هو التوكيل العقاري الوكالة العقارية بصورة مبسطة أني أنا اليوم أمتلك عقار أصدر على هذا العقار وكالة لسين من الناس عفوا تخول سين من أنه يدير العقار أحيانا يبيع لنفسه أو للغير يؤجره للغير أيضا يرهن يتصرف فيه تصرف المالك هذا التوكيل التوكيل العقاري متى ظهرت ضرورة هذا التوكيل أو بدأ هذا التوكيل يطفو على السطح بدأنا نسمع عنا بدأنا نسمع عنا على سبيل المثال اليوم مثل ما ذكرنا منطقة جليب الشيوخ ممنوع البيع فيها لأن البلدية ما تصدر وثائق آسف شهادات الأوصاف رحنا على التوكيل العقاري فأنا اليوم أنت وإحمد طمعان بعمارتي تشتريها أقول لك حاضر بس ما قدر أحول تفضل وكالة عقارية أنت بعد سنة سنتين لقيت والله العقار تفع جاك شراية أبو أحمد قال لك والله أنا بشتري منك البناية اللي أنت شريتها بوكالة عقارية تروح بصفتك وكيل تصدر توكيل أيضا للثاني والثالث والرابع والخامس ولكن النقطة الأساسية الوكالة العقارية مهما قلبتها على بطنها وظهرها هي وكالة وليست ملكية لو ثمن هذا العقار الفلوس للمالك لو توفى المالك الورثة رح يخذون العقار أي إجراء أنت تسوي أنت تظل وكيل ولست مالك لهذا العقار ما داشت فيها قضية تسمع الموضوع التوكيل العقاري وغسيل الأموال كانت مرتبطة معها طبعا غسيل الأموال قبل سنوات غريبة ارتباطها بالعقار ارتباط وثيق وقد يكون هناك شبكات معروفة حتى عند جهزة الدولة ومراغبة منها مختصة في هذا الأمر ولكن اليوم الأمر يكون قد تم الفصل فيه اليوم ما في عقار يباع نقدا ولا عقار يباع بالآجل أنت بعت العقار تقدم القيمة سواء كانت عينية أو نقدية اليوم تقول والله أنا شريت العقار هذا من أبو أحمد مقابل عمارة بعمارة بيت ببيت تعال حول بنفس الوقت ما في مسألة والله سلمناها القيمة لا يجب أن يكون هذا الأمر بشيك مصدق أو تحويل بنكي أمام الموثق ولكن ارتباطها في فترات سابقة وأزمنة سابقة ما نظلم نفسنا ونقول والله أنا في الكويت فقط لا كان في معظم كان يعني نعم في معظم كان بمشنية لها ولكن تطور هذه الجريمة أيضا يعني نور بصيرة الجهات المعنية لهذا الجانب وأكدت وزيدك مشيار بيت وأحمد اليوم حتى العقار اللي قيمته تقل عن 300 ألف دينار في الكويت صحيح ما يباع إلا بعد أن يعرض على خبير هل مطلوب إذا واحد أعطاك توكيل عقار يمكنك تلغي إجراءة للغاء طبعا إذا أنا بلغي هذا التوكيل إذا كنت أنا بايع العقار لشخص ثاني تصير كارثة تصير كارثة تصير كارثة طبعا يعني أنا الآن عطيتك توكيل وانتبع نعم تلح حبيبي أنا ماني أنا المالك هونت هذا سير كارثة فالتوكيل العقار تصير طبعا يعني أنا المالك عطيتك توكيل بايع لك أنا مستلمي فلوس أنا أقول لك أحمد الحين لقيت توكيلك بروح أقجل محكمة نعم هذا اللي يصير أنا أقول لك الحين لو إحنا نبحث في هذه الفرضيات سنختلق أنواع جديدة من الاحتيال والجراءة لأن القانون دائما واسع في هذا الجانب لكن التوكيل العقاري غالبا ما يلغى لأن أنا ليش ألغي التوكيل أنا مالك ليش ألغي التوكيل هو وضعني في موضع المالك لكن الوثيقة مو باسمي الوثيقة باسمك مخاطرة تنشأ في مرحلتين أو ثلاث خلنا نقول الرهن الوفاة التثمين والتثمين تبدو اليوم البلد منشغلة في مسألة تثمين جليل لو حصل التثمين أنا أجزم بأنك راح تشوف سيل من القضايا منظور أمام المحاكم برجع لموضوع اللي أرضه قرض البيت الحكومة نعم ما صدر الوثيقة في ناس وائدة هم نعم توفى ربه لإسرائي نعم ما طلع وثيقة نعم فلين البيت يرجع للحكومة لا ما يرجع لا هذا الكلام مصحيح نعم مصحيح وفي لجان في الإسكان موجودة وفي بنك الهتمان أيضا مشتركة ما بينهم تنظر في الطلبات المقدمة مثل هذه الحالات الورثة قال وما توفى وما سجل نعم ويخصص لهم ويصدر لهم وثيقة فيه ما في مشكلة فيها نعم ما في مشكلة وجدا جدا متعاوين ولا يحتاجون لأي واسطة ولا أي محامية ومثل ما قيلني إذا ما طلعت الوثيقة يرجع للحكومة نعم نطلقت نطلقت يعني هذا الكلام كله ويا صحيح ممتاز يعني أنا موضوع العقار يعني هل أنا رب أسرة علي ديون كثيرة وانتقل لرب الأسرة الديون والبنك يقدر يحجز على البيت غير صحيح غير صحيح إلا إذا كان هذا البيت تتجاوز مساحته بالألف متر وكان هذا البيت تملك عقار غيره آه إنه يقدر يحجز عليه البنك طبعا عقار السكن من الشيخ جابر الله يرحمه كان هو يصدر مرسوم يعني بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي وفرض هذا النص اسوة في بعض الدول نعم لأن الأسرة اليوم هي نواة هذا المجتمع لذلك العقار السكن الوحيد لا يمكن الحجز عليه إطلاقا خلنا سيئلك موضوع القروض مدام تذكرتني في بعضهم يأخذ قروض على البيت نعم هل الدين اللي علي آن المتوفي أو على بنك التسليف نعم ينتقل إلى الورثة؟ إذا كان هذا الدين خلنا نقول في الحالة بنك التسليف نعم بقى عشرين ألف خمسة وعشرين ألف من قرض بنك التسليف نعم على البيت نعم هذا الدين ينتهي بوفاة الأب نعم ولا ينتقل للورثة؟ خلنا نفرق ما بين حالتين في حال وفاة الزوج والزوجة وكان البيت مسجل بأسماء الأثنين أي أو في حال وفاة أحد الأطراف من زي؟ إذا كان في حالة وفاة الأثنين فالدين بطبيعته بصورة عامة ما ينتقل للورثة إلا بقدر ما قال إليهم من التايكة يعني الورثة ما رح يقدرون يحررون هذا البيت إلا بعد ما يدفعون إذا أنت ورثة تبول البيت بسمكم رح يدفعو عليك نور هذا رقم واحد إذا توفى أحد المخصص لهم أو أحد أفراد الأسرة الزوج أو الزوجة الثاني رح يستد يتشيل نعم سواء الزوجة أو سواء ليش لأنهم أثنين هم متضامنين أمام بك الأتمام في سداد هذا القرض وإلا واحد ما أخذ له قرض يشتري سيارة لا اللي يشتري سيارة ما رح يقدر ينفذ البنك ما يقدر عليه أطلاقا لا ينفذ على العقار السكن الخاص لا ينفذ عليه ولا يباع أطلاقا ممتاز خلق نقول السؤالنا الأخير أنت معك ممتع الحديث الله يحضر العقار يعني ما شاء الله عليك يعني متمكن توفى أحد الوالدين أن الوراثة يوزعون حصصهم أو ما يملكونها من شركات ما هو الإجراء الأول يسعونها يكلفون المحامي ولا رح يسعون حصر وراثة والأفضل هل يتجه المحامي أو نعم حتى يعني نكون واقعيين للإجراء الأول بعد إصدار شهادة الوفاة إصدار حصر الورثة إصدار حصر الورثة وشهادة الوفاة ما في أي دور للمحامي فيهم صحيح مع الدولة نعم إجراءات مع الدولة ما يلحق هذا الموضوع من حصر لممتلكات هذا الشخص المتوفي هنا والله في شخص مثلا عسي بمثال اليوم يكون في أفراد إخوان مثلا خلت كلامنا إخوان والدهم متوفي واحد من الإخوان مثلا وكيل والده فعارف كل الممتلكات وعارف الباجي ما يثقون فيه يقول أنا ما أثق في فلان حط محامي من حقي حط محامي المحامي راح يروح يفرلك على كل ابنوك والمؤسسات مشؤوليتك كمحامي طبعا هذا اليوم أنا تعاقد معاك أنك تحصر لي أعيان تركة والدي في محامين مختصين بهذا المجال ولا كل محامي لو وديت للموضوع يقول لك أنا مختص في هذا الموضوع نعم لا تزعل مني يصير في بعض ما أنا ما يعني ما أقدر أقيم شخص مختص ولا غير مختص ولكن هذا التقدير الشخص اللي يلاجئ نفس ما احنا اليوم والله مثلا واحد يعاني من عارض الصحيرة هيختار الطبيب الأنسب كذلك المحامي نفس ما شخص يختار المهندس يعني هذه الأمور المهنية اللي هي نتاج عصارة ذهنية ما أقدر أني أنا أقيم فيها في شخص يراني مثلا ناجح شخص آخر يراني فاشل يعني هذه المقاييس مختلفة ولكن المحامي ممكن يعني من واجب التزامة معاك أنت كموكل أن يحصر لك كل أعيان هذه التركة أن يبين لك أيضا في بعض التركات يعني اللي عملنا فيها خارج الكويت مو بس في الكويت في بالإمارات وعقارات في بالسعودية وتدري السعودية ما شاء الله أطرافها مؤمنة ترامية يعني أنت تروح أكثر من إمارة أكثر من جهة حتى أنك تعرف يعني أجزاء هذه التركة من ثم تجي مرحلة تصفية هذه التركة ما بين الورثة لكن أنا قبل ما أصفي معاك تطيني حقي لازم أعرف شنو لي هذه النقطة المحامي المحامي فهد مبارك البصمان شكرا لك على هذه الحلقة وإن شاء الله نشوفك في حلقة ثانية قريبا جدا ردود اللي احتوصلنا حول موضوع النصب العقاري وتقلت كلمة خطيرة يتطور النصب لا شك وأنا شاكل لك بأحمد وإحنا طبعا نتمنى أننا من خلالك نقدم كل ما يفيد لأخوة مشاهدينك ونسعد ونتشرف دائما بلقائك وتسمع لنا على أي خطأ بدر لا والله استمتعنا وأنا على يقين إن شاء الله تكون في حلقة ثانية قريبا جدا بس نتلاقى بعد إذاعة الحلقة أبرز الملاحظات وإذا تناخذ موافقتك من الحين أن بعد بث الحلقة أنه رح يكون في لقاء حواء على منصة ديوان الولان مفتوح لك المواقع التواصل الاجتماعي تجيب على كل استفسارات مشاهدينك على الهواء مباشرة أتشرف وأسعد دائما إن شاء الله بعد ما نبثه رح يكون في تواصل معاك والرد إن شاء الله نعلن عنها مشاهدينك وتكون على الهواء مباشرة الرد على كل ملاحظات مشاهدينك شكرا لك شكرا لك يا أبا أحمد أعزائي المشاهدين وصل نهاية برنامج دوان الملح مع السلامة اشتركوا في القناة